خالد الشاب الثلاثيني والذي يعمل في محل لبيع الملابس يرى في قانون خدمة العالم ضرورة لمعالجة مشاكل الشباب وعلى رأسها البطالة والذي بمجيبه سيكون على كل شاب بلغ الثامنة عشر من عمره الالتحاق بالجيش مع عودة التجنيد للزامي أنا أيد هذا الشي اليوم نحن المفروض نحن لازم سابقا نحن نسوي لهذا الشي لأن دول العالم كلها بها تجنيد للزامي هسا احنا شبابنا مع الأسف عدهم خمول عدهم كسل بالموضوع فهذا الشي يسوي الشاب شو نقول احنا بالعامية زلمة وبنفس الوقت توحد الأطياف كلتها ويصير عنده حس وطني أكثر رغم وجود مؤيدين للقانون لكن أحمد ومعه آخرين يرون فيه تبديدا لأحلامهم وطموحاتهم في التوظيف والحياة الرغيدة هو طبعا ضدنا نحن نكمل مثلا خمس سنوات نداوم الطب مثلا تكمل يعني ظلت تدور ها والله على دورة وتعال تجنيد ومعرف شينو يعني تدور تريد تعيين مثلا تريد شغلك شوف مستقبلك وراك زواج وراك شي يعني مو قبل أن تتروح للتجنيد هم صعبة يعني مو صحيح هذا القانون يعني بدل ما يوفرون فرص أكثر للشباب المتخرجة أو وظائف أو أنا يعينوني بمهنتي المتخرج بها أنا التحليلات يعني طلع أتوظف بمهنتي أروح تجنيد جهات سياسية تمثل مناطق شمال وغرب العراق رحبت بالقانون معتبرة الخدمة الإلزامية عاملا لتعزيز روح المواطنة والقضاء على البطالة لكن الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة اعتبرت القانون يستهدف نفوذها ويقلص حجم تأثيرها أمنيا في البلاد جميع الفصائل المسلحة والميليشيات والمنظمات الإجرامية تخشى وجود جيش قوي متمكن يستطيع محاسبتها إذا ما خرجت عن إدارة وسيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة حتما معنويا ستصبح القوات المسلحة أكثر استعدادا وتأهيلا لمحاسبة الخارجين على القانون الجدل هنا لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى سحب قراءة القانون من جدول الأعمال وتأجيله للدراسة بحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية الانقسام الشعبي بين التأييد والرفض للقانون انعكس بشكل مباشر على الكتل النيابية ما وضعها في حرج من أمرها وربما يجبرها لاحقا على إعادة النظر في طرحه مجددا داخل أروقة البرلمان سامر كوبيسي العربية بغداد